السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتابع مع بعض تعليم انفنتر 2012 المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن اوامر الشيت ميتل النهاردة هنكمل باقي الاوامر مع بعض طيب نبدأ بامر فولد امر فولد ده زي ما حضرككم شايفين كده ان انا لو عندي حفة وعايز اتنيها بزاوية معينة ببتدي اعمله لين وقوله اتنيلي على الليين ده طط على نجرب عندي الحفة دي بعمل الاسكيتش بتاعي واقوله الليين بتاعي اهو بزاوية 45 وطول الليين بتاعي 15 يبقى انا حددت له الليين بتاعي بالزاوية طوله والزاوية بتاعته باقوله وفينش سكيتش وابتدي اخد امر فولد وابتدي احدد له على الخط بتاعي طبعا انا عايز زاوية 90 بكتب له زاوية 90 أبلاي عمل لي الثاني بتاعي بزاوية 90 طب لو انا عايز زاوية 45 بقوله برضو ممكن اخش اعدل وقوله انا عايز الزاوية بتاعتي 45 اوكي عمل لي الحفة بتاعتي بتاني على زاوية 45 طيب خلينا ناخد حاجة تانية امر جديد ناخد امر بند امر بند ده لو انا عايز اوصل او اقفل المساحة بتاعتي دي عايز اعمل جنب هنا بروح اخد الامر بتاعي امر بند وابتدي احددله انا عايز اللاين ده يقفل مع اللاين ده بالتالي بيزهر لي تكملة للبرد بتاخد نفس الخصائص بتاعته يعني انا عندي جسم 2 ملي فبالتالي بياخد نفس التخانة بتاعتي 2 ملي بدوس ابلاي فبالتالي اعمل الشكل بتاعي بالشكل ده وافل الجنب دوا جميل طيب ناخد حاجة تانية نفتح فايل جديد sheet metal لو انا عايز اعمل كون وافرده واحسب الافراد بتاعه باخد اول دايرة 50 enter بس باجي بعمل قطع في الدايرة بتاعتي باخد rectangle وبقول انا عايز ال rectangle في center بالضبط واخلي القطع قليل يعني وليكن ميلي او نخليها نص ميلي بتدي اعمل trim للدايرة بتاعتي وبعد كده ادلت الخطوط المساعدة بتاعتي تطو اول دايرة طيب نعمل دايرة تانية بس على مستوى معين نخش هنا بعد ما بدوس finish بيجي على البلان بتاعي ده وباخد بلان لفوق على مسافة 50 enter وببتدي ان انا اعمل الدايرة بتاعتي بتاعة الكون عايزها مية enter في نفس المكان اللي انا اخدت فيه القطع بتاعي برضو في نفس الاتجاه بعمل قطع بتاعي هنا بعمل rectangle بس انترو مع الدايرة واحنا عملنا الحتة اللي قطعناها نص ميلي ناخد الترم بتاعنا قطع واقطع الجزء اللي انا عايز اقطعه وبعد كده بدلت خطوط المساعدة بتاعتي دلتها بعد كده بدوس finish sketch وبعمل visibility للبلان بتاعي كده انا عملت الدايرتين بتاعي عايز ان انا اوصلهم ببعض بدوس على امر lofted flange وبختار الدايرة الاولى والدايرة التانية هنا ممكن ان انا ازود له او يعني ازود ابعاد المسافات دي او ان انا اعللها خالص يعني اعللها الى حد ما طبعا كل ما بتقلي معايا كل ما بيبقى افضل بتديني شفافية اكتر زي ما حضرتك اترككم شايفين كده بدوس اوكي طبعا البرنامج تقيل شوية عملي الكون بتاعي بالشكل اللي انا عايزه قدامنا اهو ببتدي اقوله انا عايز الافرادي بتاع الكون ده بادوس الاداة بتاعت الافرادي بتاعتنا في لات باترن طبعا يا جماعة بنراعي واحنا شغالين بنراعي اني لازم يبقى عندنا صبر عشان ما نيقسم البرنامج عشان نفهمه صح ونحاول نركز في كل امر من امر البرنامج عشان نتعلمه صح طبعا زي ما احنا شايفين البرنامج بيحمل ماينفعش ان انا خش على اي امر والبرنامج بيحمل معي عشان مايهنجش الافرادي بتاعنا بالشكل ده افرادي الكون بتاعي كده انا عرفت الافرادي بتاعي ببتدي ارجع تاني وبخش هنا في السيكنيس انا عايز السيكنيس بتاعي كون اتنين ميلي بدوس اوكي طبعا مننساش اهم حاجة النقطة بتاعيه السيكنيس بتاعيه تنا تاني اشتركوا في القناة كما قلنا يا جماعة ما ينفعش ان نحاول ندوس على اي عمر او نخرج من البرنامج غير لما يتهيأ خالص ويخلص التحميل بتاعه عشان ما يعملش معي مشكلة كده خلصنا الكوم بتاعنا اتمنى انكوا تكونوا استفدتم من الدرس وان شاء الله في الحلقات اللي جاية نتابع مع بعض اهم اوامر في البرنامج وان شاء الله نكون ملومين بمعظم اوامر البرنامج الانفنتر 2012 لانه من البرامج الشيقة اللي انا بحبها وان شاء الله نتقامل في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة